من الانتقالات الشتوية أسامة جلال ضمن أهم خيارات الزمالك اتكلم مسؤوله الزمالك مع مسؤولي أمبي واتكلموا مع بعض في أنه إيه القصة وإيه النظام وكانوا اتكلموا معهم في بداية الموسم لكن ما حصلش اتفاق والأهل لنفس القصة كان اتكلم لكن دلوقتي اللي بيتواصل بقوة مع مسؤولي أمبي هو مسؤوله الزمالك واتكلموا معهم فعايزين كام فأمبي طلبوا فلوس الزمالك قال أنا جاهز بـ 15 مليون جنيه والمسؤولين في أمبي عايزين فلوس أكتر شوية كان فيه نية لأنه ممكن يتحط مصطفى فتحي على مستوى الإعارة زائد الـ 15 مليون عشان أسامة جلال المدافع يروح وساعتها ممكن يمشي محمد عبد السلام فالجدل حتى الآن أو النقاش والتفاوض مستمر لكن قد يحسم الأمر واللعب المناسبة مرحب جدا بالانتقال للزمالك بعدما كان محتارا ما بين الأهل والزمالك دولة الزمالك هو بسل على الطاولة والأهل جاب بدر بنون فبقى بالنسبة له الزمالك قد يكون فرص مشاركتي فيه أكبر نتوقع أن تحسم الأمور خلال الأيام القليلة جدا المقبلة فيما يخص الزمالك وإمبي حول أسامة جلال لعب منتخبنا الوطني الأولمبي في مركز قلب الدفاع أسامة جلال عنده بالمناسبة كانت قصة بينه بين الكابتن حلمي طولان عشان كده بيشركوش يعني أنه الكابتن حلمي طولان يعني ما كانش بيلعبه فاللعب يتكلم فهو قال أنا عايزة أمشي فتقال له ما عندناش مشكلة وعندك حتى الدول الأخضر أنك تتكلم مع مسؤولي الزمالك لحد ما نحسم إحنا موضوعنا مع الزمالك شكرا شكرا